تعريف الدرساتورية الحلقة 278 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الدرساتورية الدرساتورية تعبير ترجع ووصوله إلى اللاطينية عندما كان في روما من يتولى بحتم النظام الدستوري الذي كان طائما فيدعى الدرساتور لمدة ستة أشهر وبيناء على طلب الشعب وتنحصر السلطات جميعها بشخصه وذلك في الأوطاة الحرجة التي تثيئا ما تعرضت إليها روما في تاريخها فالدرساتورية تعنت وظيفة دستورية يمارس من يختاره الشعب إليها ممارسة مؤقتة لحماية الدولة باسم السلام العامة الدرساتورية إذن ذات أستروماني وتدل حاليا على حالة سياسية معينة تصبح فيه جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب مشياته وقد رافقت الدرساتورية تاريخ المجتمعات البشرية منذ نشأتها وفي أرثر مراحلها وظهرت أولى الدرساتوريات في التاريخ في بعض المدن اليونانية وكانت حصيلة الإنقلاب التغلب على السلطة القائمة وفي الأزمنة العصرية ظهرت الدرساتورية أيضا في أحد دخلت فيه العنظمة الإرطاعية القديمة دور الإنحلال تدريجيا فتجلت في إيطاليا درساتوريات عهد الإنبعاث وفي فرنسا بشكل المالكي المطلطة إلى أن الدرساتور الأول الذي حاول أن يجعل من درساتوريته نظاما دستوريا إنما كانت رامويل وذات بإنشاء الجمهورية تستند إلى جماعة منظمة وأهم الدرساتوريات في القانا العشرين نظام فرانتو في إسبانيا وصلازرا في البرتغال والحكم العسكري في اليونان وفي معظم دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والشيلي والعديد من دول العالم الثالث ومعظم هذه الدرساتوريات جاءت على أثر انقلابات عسكرية دموية استلم السلطة على إثرها مجموعة من الضباط وانتهت باستئثار ضابط واحد بها اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آله محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آله محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد